ونصبح عليكم مرة تانية وخيراً دلوقتي نصبح برضو على زملتنا هالة الحملاوي ومتعرف منها لأيه آخر أخبار المرور والتقس في العاصمة القهرة وفي باقي المحافظة صباح الخير يا هالة صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا هالة صباح الخير طبعاً يعني التقس لا يزال غريب نوعاً ما برد الصبح حر في النص بالليل برد تاني هنعرف طبعاً بالتفصيل النهاردة خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية أولاً هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس طبعاً بدأت تنزل هنبدأ من محافظة القاهرة الكسفات بتبدأ تزيد مع دخول ساعات الزرق الصباحية لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي أن في هناك كسفات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد أما الكورنيش المتاجه إلى المؤسسة ففي هناك سيولة مرورية كبري أكتوبر للمتاجه للعباسية هنلاقي هناك كسفات مرورية أيضاً ولكن متقطعة حتى غمرة اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك كسفات بسيطة بتزيد مع ساعات الزروا الصباحية فيه كمان كسفات أخرى في الاتجاه العكسي لكبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات وكذلك الأمر المتاجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولاً للمنصة كمان ظهرت بعض الكسفات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران ومدان ربعة وصولاً للدائري لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو فيه كسفات بالتزامن مع نزول الموظفين ونفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح هناك هنلاقي بعض الكسفات المرورية النسبية في الوقت الحالي ونفضل مكملين لغاية كبري الرودة وهناك برضو فيه بعض الكسفات أما نفق الأزهر ففيه انتظام لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين لو رحنا لمحافظة الجيزة هنلاقي أن في شارع الهرم فيه كسفات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وكمان بتظهر بعض الكسفات الأخرى في شارع السودان وحتى جمعة القاهرة ومدان النهضة وصولاً لمناطق بولاء ومبابة أما محور صفت ففيه كسفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجمعة القاهرة أما لو رحنا شارع فيصل ففيه هناك برضو بعض الكسفات المرورية في الوقت الحالي بدءاً من محطة المريوتية والحد الطلبية محور 26 يوليو فيه سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر ففيه سيولة مرورية وده طبعاً بعد الانتهاء من التوسعات القادم من أكتوبر في اتجاه دائري الطريق لا يزال مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حزم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج ونروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي بتظهر هناك كسفات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد وبيشهد الاتجاه الآخر كسفات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كسفات مرورية بتظهر بالطريق لما أنه طبعاً أي زحام مروري للمركبات كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات إلا أن مطلع كبري أكتوبر قاها بيشهد بعض الكسفات المرورية المتحركة بسبب أعمال السيانة اللي بيشهدها الكبري كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وأصد تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية القادم من طريق شبرة بنها ومتجه إلى مدينة ناصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار هيختصر ليه وقت طويل جداً أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكسفات البسيطة هنكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكسفات نتيجة يعني ساعات الزروة الصباحية المعتادة زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كسفات نسبية بسيطة هتبدأ تقليل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان بعض السيولة المرورية ومن طرح البحر هنروح على شارع الجمهورية اللي فيه كسفات مرورية مكملة لحد آخر الشارع اشتركوا في القناة